قانون التوثيق يقترب من الإقرار النهائي بعد أن تجاوز محطته الأولى في قاعة عبدالله السالم بإجماع الحضور في جلسة عدت تشريعية بامتياز التشريع الجديد يسمح للأفراد والشركات بالترخيص سعيا لمواكبة التطور الرقمي وتحقيقا للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية المذكرة الإضاحية لمشروع القانون أشارت إلى مساهمته في السماح للمواطنين بالتوثيق عبر تراخيص يصدرها الوزير المختص الأمر الذي سيعمل بشكل كبير على سرعة إنجاز المعاملات وتوثيقها في الكويت القانون أجاز للوزير الترخيص للأفراد والشركات المهنية القيام بأعمال التوثيق وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللاحة التنفيذية كما أجاز له إصدار قرار بتفويض ممثلية الحكومة بالخارج في القيام بأعمال التوثيق في جهات عملهم وفي حدود التفويض الصادر لهم وذلك تيسيرا لإجراءات التوثيق على المقيمين خارج البلد كما قضى القانون بإنشاء نظام إلكتروني آلي خاص بالإدارة يكون معدًا ومبرمجًا للمهام المسنادة إليها فيما أوجب على الموثق سوى أن كان حكوميا أو أهليا العديد من الالتزامات منها التأكد من شخصية ذوي الشأن وذلك لإثبات الشخصية فيما حدد القانون عقوبات صارمة على كل من زاول أي عمل من الأعمال الواردة في القانون دون أن يكون مختصًا أو مرخصًا له ترجمة نانسي قنقر